هذه الثورة التي الآن عرفنا قيمتها إن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت هكذا يقال دائماً أمام تلك اللحظة التي تطغى فيها قصوة المعتقلات على حرية الإنسان الفنان الكوميدي علي الحجوري لا يزال معتقلاً لدى السلطات السعودية في أحد سجون جيزان بتهمة التحريض والإساءة للدين اتهمه بها أحد المقيمين اليمنيين الفنان علي الحجوري الشهير بجافر رغم تفنيده لكل التهم التي وجهت إليه إلا أنه تم تحويله لنيابة العامة في السعودية قبل إعادته إلى السجن مرة أخرى ومصادر خاصة تؤكد تعرضه لمعاملة قاسية في السجن لا تبدو التهم المنسوبة للحجوري منطقية أو مقنعة بحسب ما يراه الكثير من المراقبين مؤكدين أن السبب الحقيقي لاعتقال الممثل الحجوري قيامه بتهنئة قطر بمناسبة فوز منتخبها الوطني ببطولة كأس آسيا مؤخراً الحجوري حبة في مسبحة المعتقلين اليمنيين في سجون المملكة مدنيين وعسكريين منهم القيادي في مقاومة إب رشاد الحميري والإعلامي مروان المريسي الذي يقبع في السجون السعودية لأكثر من ثمانية أشهر وترفض السلطات السعودية تقديم أي معلومات عن سبب اعتقاله أو مكانه بالإضافة إلى ثمانية وأربعين عسكرياً ضباطاً وجنوداً معتقلين في أحد السجون السعودية بجيزان لأكثر من تسعة أشهر لرفضهم القتال للدفاع عن الحدود السعودية فشلت المساعي والمناشدات بالإفراج عنهم كما تقول المصادر الإعلامية لا تكترث الحكومة الشرعية والمسؤولون اليمنيون في الرياض لما يعانيه العالقون في سجون السعودية باستثناء مذكرة واحدة لا أحد يدري جدواها أو مصيرها النظام السعودي يفرض رقابة شديدة ضد ما ينشره الناشطون وزادت حدة هذا الأمر عقب الخلافات الخليجية ففي الأوينة الأخيرة دأبت السعودية على رصد وملاحقة كل الأصوات التي لا تنسجم مع مزاجها العام أو تلك التي تمارس انتقادات لسياساتها